والآن مع الدرس الرابع وهو بعنوان التكامل الاقتصادي العربي اعلموا أبناء الأعزاء أن الوطن العربي يضم 22 دولة عربية تمتد من المحيط الأطلنطي إلى الخليج العربي يمتلك الوطن العربي مقومات تجعله يحقق التكامل الاقتصادي منها المساحة الكبيرة الموقع المتميز المناخ المتنوع وكذلك الأنشطة الاقتصادية المتعددة والمميزة لكل دول فعلى سبيل المثال هناك دول عربية غنية بثروات معدنية مثل موريتانيا المغرب الجزائر هناك دول عربية غنية بثروات حيوانية وزراعية مثل السودان الصومال هناك دول عربية غنية بمصادر الطاقة مثل دول الخليج العربي كدولة الكويت والعراق والبحرين وغيرها أيضا هناك دول عربية غنية بالثروات البشرية منها مصر لبنان سوريا سؤال اختر الإجابة الصحيحة من الدول العربية التي تمتلك ثروة معدنية كبيرة نقط مصر أم الصومال أم موريتانيا أحسنت فعلا موريتانيا من الدول العربية التي تمتلك ثروة معدنية كبيرة إذن أي دولة عربية يمكنها أن تستكمل ما ينقصها من الدول العربية الأخرى وذلك من خلال اتفاقيات التكامل الاقتصادي بينها إلا أنه ما زالت التجارة بين الدول العربية لا تتعدى 12% ما معوقات التكامل الاقتصادي رقم 1 تذبذب العلاقات العربية ما بين تعاون وخلاف ونعكاس ذلك على التعاون الاقتصادي العربي رقم 2 تشابه الإنتاج بين دول الوطن العربي مثل دول الخليج العربي تنتج البترول دول المغرب العربي تنتج المعادن دولة السودان والصومال تنتجان الثروة الحيوانية رقم 3 منافسة السلع الأجنبية لكثير من السلع العربية من حيث السع والجود هل تعلم ماذا يعني التكامل الاقتصادي التكامل الاقتصادي يعني تلك الإجراءات التي تتخذها الدول لإزالة القيود على حركة التجارة وعناصر الإنتاج فيما بينها بحيث تكمل كل دولة ما ينقصها من الدول الأخرى سؤال اختر علامة صواب أو علامة خطأ تشابه الإنتاج العربي يؤدي إلى زيادة تبادل الإنتاج بين الدول العربية أحسن تشابه الإنتاج العربي يؤدي إلى قلة تبادل الإنتاج بين الدول العربية ولكن هل يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية؟ نعم اذكر أسليب تحقيق التكامل الاقتصادي العربية رقم واحد تحديث وتفعيل الاتفاقيات العربية في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي رقم اثنين تشجيع القطاع الخاص العربي على إقامة المشروعات الزراعية والصناعية المشتركة رقم ثلاثة تطوير الخدمات المساندة للتجارة بين الدول العربية مثل نظم المعلومات وخدمات النقل والتخزين في المواني العربية ترجمة نانسي قنقر